عادة مميزة لأهالي غدامس يمارسونها كل عام في مثل هذا الوقت تزامنا مع مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام أشهر ما يسمى باللغة الغدامسية أكاموس ويطلق عليها أيضا اسم التفاح أو البشاير وهو أن تقوم الأم بإعداد صولجان يمسكه الأطفال الذكور مترافقا مع اللباس الغدامس التقليدي ليتباهوا به كالملوك احتفالا بالمولد النبوي الشريف بهذه المناسبة العظيمة ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم نرفع أجمل التهاني وأطيب التبريكات لكل أطفال المسلمين أينما كانوا بهذه المناسبة العظيمة أن جميع أفراد الأسرة يحتفلوا بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم كبيرهم وصغيرهم تقوس يمر بها الطفل سنويا ويغادره حين بلغه كما يستخدمه أحيانا بعض الإرسان الجدد حيث يكون الصولجان لائقا برجل شاب فيزين له بالحل الفضية والذهبية ويستخدم في صناعته بعض المواد ذات الرائحة الزكية العطرة جرت العادة في مدينة غدامس أن الأم تصنع ما يسمى بالتفاع عبارة عن مواد عطرية فواحة رائحتها زكية تصنحها لطفلها أو لأبنائها لكي يحضر بها احتفالات المولد النبو الشريف الذي يقام في الميادين وفي المساجد لسرد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمدائح والأذكار النبوية عادات ما زالت مستمرة بجوهرة الصحراء غدامس ورغم طول السنين وتعاقبها يأمل الجميع ألا تنقرض مثل هذه العادات المميزة التي تنبثق عن عبق الحضارة والتراث ترجمة نانسي قنقر